السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال يا جوز حضن العم أو الأب أم لا يا جوز وما الحكم إذا كان حراما قالي بقى لأن الحقيقة أن السؤال ده متولد من لغبطة في العلاقة ما بين الجنسين فاللغبطة دي رحت متاخدة وكمان متركبة في حياة الأب والأم ومتركبة في الأسرة فبقى الوالد اللي هو احتضانه لأولاده بقى شيء من إشعارهم بالأمان بقى شيء مخوف ويطلع بقى شوية ناس هم عندهم حالة من حالات أن وجود جنسين مع بعض حتى في المحرمية حتى لما يكون من المحارم يبقى عندهم حالة من حالات حالة من حالات الأنتكاري كده حالة من حالات الاستنفار مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نعرض كلام الكلام ده على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت بتجيله السيدة فاطمة كان يقبلها بين عينيها والتقبيل أقوى ملامسة من الاحتضان يعني ده في لمس جلد للجلد ما أنا بكلم باللغة اللي أمم يفهموها حاجة حاجة يعني حاجة صعبة فالاحتضان في الحقيقة هو نوع من أنواع التعبير عن الشفق والتعبير عن الأمان والتعبير عن إيصال معنى المحبة لمن أمامك أنا بتكلم دلوقتي في محارم فلما يجي حد عايز يقول التعبير ده التعبير ده خطر ما هو في الآخر الأب رجل والبنت بنت آه يا سيد البنت بنته ولذلك مسألة العورات معه تختلف عن مع غيره فلذلك اللي بيحصل ده والكلام اللي احنا بنشوفه ده لا الكلام ده وما ينفعش وانتو بتفتوا يا جماعة تيجي تقولوا كده للناس أني والله يا جماعة الخير والأب بيحتاط وهو بيحتاطن بنته أنتو بتعملوا إيه؟ أنتو بتؤسسوا العلاقة ما بين الأب وبنته على إيه؟ بتؤسسوا على إن احنا يختفي من حياتنا كيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة بتؤسسوا العلاقة بينهم على إيه؟ بتؤسسوا بينهم العلاقة على التشكك والطعن في أن الناس أصبح لدينا لهم؟ يا سادة عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى وبلاش هذه الطريقة في التعامل ما بين ما بين أهل المحارم وخاصة ما بين الأب وبنته الغريب بقى إن السؤال ده دايماً بتسئل عن إيه؟ بتسئل ما بين الأب وبنته قليل قوي ما نقعد بقى أنا شغلت الناس وليل قوي عليهم بيسألوا عن الإيه؟ عن الإبن وأمه ليه بقى؟ أقول لكم ليه؟ لأن دايماً أهل التشدد هم بيكلموا البنات الصغيرين لأن هم دايماً بيكلموا الشابات طب والشاب ده برضو مش الشاب برضو عيبقى عنده مشكلة إن هو يحتضن أمه لا أصلي شبابنا إحنا غير مطعون في التزام وغير مطعون في دينهم لكن الراجل الأب مطعون في دينه؟ يا أخواننا اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله هؤلاء الناس بينهم رابطة ربانية وهي وبالوالدين إحسانة فلما نيجي بقى نيجي نعمل كده ونخلي الناس حتى لو في بعض الناس منحرفين نعمل إن هو ده الأساس أبداً أبداً وده لا من باب سد الزريعة ولا يحزنون فلذلك لابد إحنا ننتبه لده انتباهاً قوياً وممكن نغير الكلام ده بقى ونبتدي بداية جديدة والناس ما تمملش كده في التعامل ما بين البنت البنت بتقول وماذا العفعل وماذا نفعل إذا كان حراماً لا مش حرام مش حرام إن أبوك يحتضنك لأنه ده أب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقبل السيدة فاطمة بين رأسيه وأنها عانقته صلى الله عليه وسلم ورد دفع حديث كثيرة فبلاش كده بلاش هذا الكلام وهذا الكلام والعياذ بالله يفتت الأسر